السلام عليكم يوم غادة الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيدة في ألمانيا وأوروبا يوم الأربعاء العاشر من شهر أبغيل شهر الرابع 2024 أول أيام عيد الفطر السعيد اليوم الثلاثاء هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك وبكرة أول أيام العيد طبعا في منظمات وجمعيات إسلامية في ألمانيا وفي أوروبا تعتني بهذا الشأن والخبر مؤكد يعني 100% وفي مجموعة من دول العربية رح يكون في دول عربية كثيرة وعدة رح تعلن بكرة يوم الأربعاء أول أيام العيد ومن بينها المملكة العربية السعودية في ألمانيا وكافة أوروبا بكرة يوم الأربعاء أول أيام العيد تم التأكيد فكل عام وأنتم بخير جميع الأمة الإسلامية ولجميع حقيقة الناس كل عام وأنتم بخير يعني عاد عليكم بالصحة والسعادة واليمن والبركات والمحبة والاحترام والتقدير وينعم السلام وتنتشر المحبة والاحترام بين جميع الناس بمختلف أديانهم وأعراقهم وجنسياتهم أما بالنسبة للأشخاص للعوائل في ألمانيا اللي عندهم أطفال وحابين يضلوا أطفالهم في البيت فممكن تزوروا وتخبروا المدرسة سواء عن طريق الهاتف أو تروحوا للمدرسة شخصيا وتاخدوا إذن لأطفالكم إذا أطفالكم حابين يضلوا معاكم يحتفلوا معاكم يشربوا معاكم يأكلوا معاكم أو يتشولوا معاكم يشتروا شيء برة من السوق فما في أي مشكلة ممكن تصلوا بالمدرسة وتاخدوا إذن للأطفال أنه يبقوا معاكم هذا اليوم وممكن تقدموا تبرير إذا طلبوا منكم المدراء أو المعلمين طلبوا منكم السبب ممكن تقولوا أنه في عنا اليوم بخرة الأربعاء في عنا عيد ديني إسلامي ومجموعة كبيرة من مدارس في ألمانيا بيعرفوا هذا الشيء وبتعاملوا مع هذا الشيء ممكن مدارس كمان تعطل بخرة يعني ولكن عدد قليل جدا اللي بعطوا فإذا بدكم عطلة أو إذا بدكم أطفالكم ينضلوا بالبيت اسألوا المدرسة وكمان الأشخاص اللي بيشتغلوا اللي بدون يروحوا لصلاة العيد من بكرة الصبح من بكير فيكن كمان تاخدوا إذن أو تقولوا نحنا جاينا على الأقل ممكن ساعة ساعتين متأخرين لأنه في صلاة العيد بكرة وهي مهمة كتير كمان ممكن تاخدوا إذن يوم كامل ممكن تاخدوا ساعة ساعتين حسب ظروف العمل حسب الأشخاص الموجودين بمكان العمل ممكن تتواصلوا مع رب العمل مع المسؤول مع الشيخ وتاخدوا إذن من صاحب العمل ومرة تانية كل عام وأنتم بألف خير والله سبحانه وتعالى يتقبل طاعاتكم صيامكم وصلاةكم السجن لطبيب في ألمانيا بالتحديد في مدينة برلين بسبب مساعدة إمرأة في الموت الرحيم شو هو موت الرحيم؟ بحقيقة عجالة نشرح عن الموت الرحيم الموت الرحيم يعني بالمقتصر المفيد أنك تنهي حياتك بإيدك أنك تقول خلص ما بدي عيش بدي أنهي حياتي بإيدي يعني بدي موت يعني بإيرادتي بدي موت هذا الشيء طبعا ممنوع في ألمانيا وفي قوانين وتعليمات صارمة جدا بهذا الخصوص في دول عدة مسموح في هولندا في الدانيمارك مسموح فالناس اللي بتدور على هذا الشيء بتروح لخارج ألمانيا لتلقي الموت الرحيم الموت الرحيم بيكون عن طريق يعطاء حبوب أو مواد بتكون قوية جدا خلال دقيقة أو دقيقتين بيكون شخص متوفي ويعني خالص تماما وهذا الشيء مثل ما قلنا ممنوع في ألمانيا في برلين بالعاصمة الألمانية طبيب ساعد إمرأة على الموت الرحيم إمرأة ألمانية عمرها 37 سنة كانت عم تعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية قوية جدا الطبيب ساعدها بالمرة الأولى قدم لها حبوب ولكن نتيجة ما كانت الوفاء مرة تانية التقى بهذه المريضة اللي عمرها 37 سنة في غرفة بداخل ووتيل في برلين وقدم لها سيروم كان بداخل هذا سيروم مواد قوية جدا مما أدى إلى وفاتها تم محاكمة الطبيب في برلين بالمحكمة ببرلين والمحكمة أمرت بسجن الطبيب ثلاث سنوات طبعا شيء ممنوع حتى إذا المرأة بده هذا الشيء أو شخص رجل بده هذا الشيء أو أي شخص ثاني هذا ممنوع في ألمانيا المحكمة قالت أنه المرة الأولى تم تبريئة الطبيب من هذه التهمة ولكن المرة الثانية الفعل أو الدواء اللي أعطوا الطبيب لا الأمرأة أدت إلى وفاة الأمرأة ولا هذا الشيء قال الحكم بيكون ثلاث سنوات فريق المدافعين عن الطبيب والمحاميين والزملاء والأطباء قالوا الطبيب ما ألو أي زم لأن الأمرأة كانت بإرادتها الموت ولكن المحكمة كان لها رأي مغاير وما اقتنعت بأقوال الطبيب وأيضا قالوا ممكن الأمرأة أو الطبيب كانوا يروحوا ويستشيروا أطباء آخرين يستعينوا بمساعدة أطباء وأشخاص مختصين بالأمراض النفسية ومعالجة الأمراض النفسية في ألمانيا على علاوة أن يكون هناك موت رحيم أن يكون هناك موت بدون سابق إنزال أو بدون معالجة للمرض أو بدون محاولة لمعالجة المرض أو تدخل أطباء آخرين لمعالجة هذا المرض فشو رأيكم حول هذا الموضوع حقيقة المثير لجلل الموت الرحيم أنك تروح تنهي حياتك بإيدك أنا ضد هذا الشيء شخصيا حتى شو ما كانت الأسباب ضد هذا الشيء وما بعرف شاركونا أراكم حول هذا الموضوع في التعليقات سكان ألمانيا في عام 2040 أي تقريبا بعد 16 سنة من الآن بحسب توقعات والدراسات بيقولوا أنه النمو السكاني في ألمانيا رح يكون هناك تقدم طفيف جدا زيادة طفيفة أو صغيرة جدا في عام 2040 هذا النمو رح يكون بمقدار 0.6% طبعا النمو بيعتمد على أشياء معينة على الولادات والوفيات إذا كان في عنا الوفيات أكثر من الولادات فمره طبيعي جدا أنه يكون في نمو السكان قليل جدا نسبة صغيرة جدا أما إذا كان الولادات أكثر من الوفيات فالنمو رح يتزاد أوتوماتيكيا بظرف 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة فطبيعة جدا أنه يكون فيه انخفاض أو تقدم طفيف جدا بظرف 16 سنة القادمة وأيضا حكوا عن الولايات اللي رح يكون فيها انخفاض عدد السكان الولايات اللي رح يكون فيها زيادة بعدد السكان بالنمو الولايات اللي رح يكون فيها عدد السكان كما هي بدون زيادة أو نقصان بشكل تقريبي المقاطعات أو الولايات الألمانية الغربية سيكون هناك زيادة بعدد السكان زيادة بالنمو والولايات الشرقية في ألمانيا سيكون في عنا نقص بعدد السكان كمان نهيك عن الولادات والوفيات في عنا هجرة مثلا في بعض المقاطعات في بعض المدن في ألمانيا بهاجروا من الناس إلى أماكن أخرى في ألمانيا ليش بهاجروا؟ فرص العمل دراسة أسباب اقتصادية أسباب المعيشة كل هاي الأسباب بتأثر على هجرة الناس إلى أماكن معينة في ألمانيا ومبارحة كمان سمينا فيديو أو قبل مبارحة سمينا فيديو عن أماكن تواجد اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا وليش الأجانب في ألمانيا بيتجمعوا في تقريبا نفس المناطق نفس المدن على سبيل المثال في مقاطعة زالند رح يكون في نقص بنمو السكاني خلال السنوات المقبلة لعام 2040 ليش؟ لأن مقاطعة زالند ما هي جذابة للناس لا اللاجئين والمهاجرين كمان الألمان موجودين عشرات السنين داخل ألمانيا ولكن الناس اللي بيجوا من خارج ألمانيا إلى داخل ألمانيا فإذا ما كان فيه جذب إلى مكان على سبيل المثال مقاطعة زالند ما فيها شركات ما فيها اقتصاد قوي جدا ما فيها فرص عمل قوية ويعني جذابة بنفس الوقت هذا الشيء بيؤدي إلى فخدان هذه المقاطعة لجاذبيتها لدى الناس أيضا في عنا الزيادة رح تكون في برلين بشكل كبير جدا لأنه فيها العاصمة برلين وفيها فرص عمل كبيرة جدا رح تكون في زيادة برلين هي العاصمة ومدينة ومقاطعة بنفس الوقت كما في بادن فوتنبرج توقعات بزيادة النمو السكاني في الأعوام المقبلة لأنه بادن فوتنبرج وعاصمتها مدينة شتودغارت هي ثقل في ألمانيا وفي مقرات لشركات السيارات العالمية الكبرى في ألمانيا وفيها فرص عمل قوية جدا فممكن يكون في جذب لهذا المكان وارتفاع نمو السكاني مستقبلا في ألمانيا وأيضا بايرن نفس الشيء رح يكون في زيادة هامبورغ نفس الشيء زيادة جذابة كمان بايرن وهامبورغ للناس للعمل للعيش وللبقاء في هذه المقاطعات وأيضا توقعات بشمال الراين رح تبقى على نفس الشيء لا زيادة ولا نقصان وأيضا في مقاطعة نيدا زاكسن توقعات بانخفاض نمو السكاني في نيدا زاكسن في عام 2040 لأنه زيادة بالشيخوقة زيادة الوفيات وانخفاض الولادات زيادة نسبة الأشخاص اللي أعمارهم خمسين وستين وسبعين سنة وانخفاض نسبة الشباب وهذا طبيعي جدا إذا ما كان فيه ولادات في العوائل في ألمانيا طفل يقوم بقتل رجل مشارد في مدينة دورتمون بشمال الراين يعني حدث محزن جدا طفل عمره 13 سنة بيروح بيقوم بقتل الرجل مشارد عمره 31 سنة وكمان فوقها بيصوره للرجل شيء محزن جدا رح نعطيكم الخبر والمعلومات الكاملة في مدينة دورتمون كان فيه رجل مشارد عمره 31 سنة وأيضا بالقرب منه كانوا يلعبوا مجموعة من الأطفال أو المراهقين أعمارهم 13 14 15 سنة كان أعمل عبو وأيضا يستعملوا غاز اللخ غاز اللي بيستعملوا لتغيير الصوت يعني تستعمل هذا الغاز هذا السبريغ بيغير صوتك كانوا أعمل عبو باللحظة من اللحظات اتعاركوا مع الرجل المشرد اللي هو من الجنسية البولندية عمره 31 سنة رجل مشارد يعني ما عنده بيت ولا مكان إقامة ولا مكان نوم مشارد بالشوارع ادعا لكم هذا الرجل والصراخ والصراع بعدها طفل أو مراهق عمره 13 سنة قام بتعن هذا الرجل عدد تعنات خطيرة جدا بسكين مما أدى إلى وفاته الشرطة أطلقت عملية تبحث عن هؤلاء المراهقين والأطفال وألقت القبض على أربعة منهم أعمارهم القاتل 13 سنة وأيضا أصدقاؤهم 13 سنة 14 سنة و 15 سنة يعني من غير القانون أنه هؤلاء المراهقين يبقوا في مركز الشرط مركز الشباب يوغن أم دخل وأخذ هؤلاء المراهقين وأيضا كان في كلام كتير حقيقة من بعض المسؤولين وزراء الداخلي على مسألة المقاطعات الألمانية أتكلموا عن هذا الموضوع يعني هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأطفال المراهقين كان لازم مكانهم يبقوا بالمدارس مع عوائلهم عم يتعلموا شي عم بيساووا شي عم يخضبوا المجتمع وتم الكشف عن جنسية هؤلاء الأطفال أو المراهقين هنا من الجنسية البلغارية يعني كان في غضب كتير من بعض المسؤولين الألمان حول أنه طفل 13 سنة يقوم بقتل رجل عمره 31 سنة فكلام عن أنه ممكن يكون في خفض انخفاض للسن اللي بيسمح أنه هؤلاء رح يتحاكموا ولا لا لأنه حقيقةً عم يشوف يعني 13 سنة عم يفعل أفعال 20 سنة و 25 سنة كأنه عمره 30 سنة رجل بالغ عم يقتل وعم يتبهى بقتلته بفعلته وعم يصور هذا المشهد فالأدلة ككل موجودة والتهمة ثبتت عليه وما بعرف لحد الآن كيف رح يكون الحكم بما أن القوانية في ألماني ما تسمح للأشخاص القاسرين أو الأطفال بالمحاكمة مركز الشباب أخذهم رح يكون هنيك موجودين ب أو القاتل رح يكون موجود ب هايم مغلق في مركز تابع لمركز رعاية الشباب فشاركونوا أراكم حول هذا الموضوع لحقيقنا المهم والملفت للنظر هذه العادة أو هذه الحوادث من قبل الأطفال تكررت في ألمانيا مراراً وتكراراً بألاوينة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر